إذن هو السفير الرابع لإيران لدى العراق بعد عام 2003 محمد كاظم آل صادق عينته طهران خلفا للسفير الإيراني إيريج مسجدي الذي عمل في العراق منذ عام 2017 أربعة سفراء لطهران في العراق هم قادة متنفذون في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ابتداء من السفير كاظم يقمي أول سفير إيراني لدى بغداد بعد عام 2003 ثم حسن دنائي فر الذي يشغل الآن منصب مسؤول ملف العراق الحالي في إيران ثم إيريج مسجدي هذه الشخصية المثيرة للجدل خلال سنوات عمله في العراق وبعد مسجدي محمد كاظم آل صادق الذي شغل منصب النائب الأول لمسجدي في بغداد هو متواجد في العراق منذ سنوات طويلة مصادر أمنية عراقية أكدت أن آل صادق يتحكم في السفارة الإيرانية وله الكلمة المسموعة ويتفوق على مسجدي لأسباب عدة منها أنه يجيد اللغة العربية واللهجة العراقية بإتقان وقربه أيضا من القادة الشيعة بحكم أنه مولود في مدينة النجف العراقية وهو متهم من قبل شخصيات عراقية بالتخطيط لقمع تظاهرات تشرين عام 2019 وكذلك وفق المصادر أنه العقل المدبر لنشاطات الميليشيات وهو من يخطط ويقود عمليات إدخال الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ والأسلحة التقيلة إلى العراق دور آل صادق مكمل لدور إيرج مسجدي الذي عمل في العراق لست سنوات وفضلا عن عمله كسفير عمل مستشارا أعلى لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني مسجدي لعب دورا مباشرا في تأسيس الحجد الشعبي من الميليشيات التابعة لإيران أيضا استدعته الخارجية العراقية عدة مرات خلال السنوات للاحتجاج بشأن عمليات إيرانية في البلاد ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي والقوات العراقية سجل تجاوزا لعمله كسفير بعقده لقاءات ومؤتمرات عامة ومستمرة في المدن العراقية وبشكل معلن دون إعلام الحكومة العراقية يتولى إدارة أكثر من ثلاثين منظمة تابعة للحرس التوري الإيراني في العراق بغطاء مدني وإنساني وتقافي ولكنها مؤسسات تثقف لولاية الفقه مسجدي كان مدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية لدوره الرئيسي في صنع سياسات فيلق القدس التابعة لحرس التوري الإيراني في العراق مسجدي لعب دورا مباشرا في تأسيس الحجد الشعبي من الميليشيات التابعة لإيران ووضعها في صدارة المشهد الأمني لتكون الدراع الضاربة أو القوة الضاربة لفيلق القدس في العراق تحت مسامة الطائفة وأيضا المكون إذن هذه تقريبا المعلومات كاملة عن السفير مسجدي والآخر الصادق